أهلا وسهلا بحضراتكم أهلا بكم في حلقة جديدة وهذا الحصاد مشاهدين الكرام الحياة طبعا إحنا في جمهورية مصر العربية بنعايش هذه الحالة من الحداد وهذه الحالة الحياة فرضت لمدة ثلاثة أيام على وفاة سيادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفته المنية بالأمس وطبعا عن عمر يناهز الحدية والتسعين عاما وزي ما شفنا نهاردة مشاهدين الكرام في كل وسائل الإعلام المصرية والعربية وأيضا العالمية وإحنا شفنا هذا المشهد اللي بيوضح يعني قد إيه مصر هي دولة راقية بشعب راقي بحكام أيضا كمان يتمتعون بحكمة ورقي كبير جدا شفنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتقدم هذه الجنازة المهيبة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومعه أيضا الرئيس الأسبق عدل منصور وأيضا معه لفيف من كبار رجال الدولة وشفنا هذه الجنازة العسكرية بهذا الشكل اللائق لرئيس دولة سابق وكيف كان هناك الكثير من الحفاوة من كل الناس اللي جموا لناس اللي شرفون على أرض جمهورية مصر العربية من الدول العربية بكل المستويات رفيعة ومستويات كبيرة والحقيقة حتى نشرات الأخبار مشاهدي الكرام لدينا كم هائل جدا من المشاطرة لهذا الحزن الكبير ودول العربية أيضا على صدر صفحتها في الصحف العربية سواء إذا كنا هكلم بها على الصحف الكويتية والسعودية وكاز والقبس والأيام البحرينية يعني كل هذه الصحف الحقيقة اتكلمت وقالت مدى إسهام الرئيس المصري الأسبق في الكثير من الدور العربي والكيان العربي والسياسة العربية برمتها وكيف كان له هذا الدور الكبير في إرساء السلام وحقنا الدماء من خلال توقيف الحروب احنا منتصرين وأوقفنا كل الأمور على هذا الشكل واسترجعنا أراضينا وحفظنا أيضا كمان كرامة المواطن المصري كرامة المواطن العربي وطبعا كل هذه الأمور لا تنسى للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا حالة حداد مستمرة لمدة ثلاثة أيام ويمكن النهاردة هو بداية هذا الحداد والأعلام نكست في مصر ونكست أيضا كمان في الإمارات وبعض الدول العربية نكست لمدة يوم واحد احنا الأعلام مناكسة أيضا كمان طوال مدة الحداد فربنا إن شاء الله يعني يرحم هذا الفقيد الغالي على مصر والوطن العربي ويعني يلهم أهل كلهم الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر